نروح لموضوع آخر يعني ممكن يكون مرتبط أيضا بفكرة التكنولوجيا ويعني كونها هي التي تسيطر على العالم ككل هو خاص بجامعة الأزهر جامعة الأزهر أعلنت عن إطلاق الحاضنة التكنولوجية الخاصة بتقديم الاستشارات للباحثين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاضنة التكنولوجية دي هتكون وظيفتها إجراء البحوث لدعم الابتكارات بالإضافة لتنفيذ أفكار المبدعين في مجال النانو تكنولوجي طب فاصيل أكتر هنعرفها من خلال الدكتور محمود صديق ناب رئيس جامعة الأزهر اللي مشرفنا على التليفون صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فنم صباح خير يا أستاذ المشاهدين وصباح خير يا مصر صباح الخير يا حضرتك عاوزيني نرى بس من حضرتك دكتور محمود إيه الدافع اللي خل جامعة الأزهر تحديدا تتجه لإنشاء الحاضنات التكنولوجية بالجامعة أعتقد يعني ده قسم جديد أو حاجة مستحدثة لديكم لا هو مش حاجة مستحدثة ولا حاجة احنا صدر القانون في أبريل 2018 هو قانون حوافظ تكنولوجيا ودعم الابتكار نعم وده اللي أصدره السيد رئيس الجمهورية في 21 أبريل 2018 وده كان لي صدق كبير جدا في دعم حوافظ ومختقات البحث العلمي وده طبعا حاجة يمكن الجامعات المصرية كانت جامعة الأزهر من الجامعات الأولى كان لها السبق في تلقي هذا القانون لأن طبعا إحنا عندنا يمكن جامعة الأزهر جامعة متنوعة وفيها كثير من كليات العلمية والتطبيقية على سبيل المثال فيها ثلاث كليات التنباسة وتلاث كليات العلوم ويمكن كانت أول حاضنة إنشعة في جامعة الأزهر كانت في هندسة إنا وكانت تحت اسم رواق ورواق طبعا دي متاخد من المسميات القديمة كانت في جامعة إنا سنة كام يا فن؟ كانت في هندسة إنا هندسة إنا هندسة إنا عفوا سنة كام أعنى إحنا عندنا في فرع الجامعة في فرع في كلية الهندسة في إنا ودي طبعا أنا أسمى من الدور الكبير اللي قام به السيد الدكتور محمد جلال عميدة كلية وكان أنشأ أول حاضنة في جامعة الأزهر تحت اسم رواق لدعم الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وده كانت 2019 وتابعوا بعد كده ثلاث حاضنات أخرى يعني إحنا دلوقتي بإنهاء الحاضنة الرابعة طيب دكتور محمود عايزين نفهم الناس يعني خطة دعم الباحثين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الحاضنات التكنولوجية وهذا المشروع بيتيق في مخرجات البحث الألمي أن يحصل فيه الشراكة ما بين المجتمع الخارجي وما بين مجتمع الجامعة نفسه وفي نفس الوقت بيه يسهل على الناس إنشاء شركات صغيرة متوسطة وعايز أقول لحضرتك أن كل الشركات اللي هي بتنشأ في حاضنات تكنولوجية يعني بيكون لها قاعدة علمية ده بيكون ليه نجاح بنسبة 87% بيكون فيه أسس علمية للمشروع تم عمل بحث عليها دقيق فبتكون المعلومات أضق فبيقدر أنه يبتدي مشروعه بطريقة أسهل أسهل ودراسة الجادة وبتكون أنجح وفي نفس الوقت مدى الاقتدامة لهذه المشروعات وهذه الشركات بتكون اقتدامة بنسبة 87% غير الشركات اللي هي ما بتقومش على أسس نسبة النجاح فيها لا تتعدى 50% يعني حوالي 45% نسبة الاتدامة ونسبة التجاح طبعاً ده بيتيح أن يكون فيه الحاجة على أسس علمية وأن ده يعني شيء جميل جداً أن الجامعات المصرية أو كل مراكز البحث العلمي تتبنى طبعاً يعني كمان الأفكار اللي زي دي أو الضبط ده هيكون له مرضود على مجال الضراعة والصناعة وخصوصاً أن في مجالات كتيرة جداً منها حاضنة كلية علوم بنات جامعة الأزهر اللي هي حاضنة للمانة النرجة ودي يمكن الجامعة بتدعم مشاريعها وهي متقدم لها خمسة مشاريع والخمسة مشاريع الدول حضرتك يعني كل الفكر شبابي كل الفكر شباب الجامعات ومش بنختصر بس على جامعة الأزهر يعني يمكن حاضنة الرواق كانت عامنا من عامين مضوا وكان فيه تنافس شديد جداً بين الجامعات بتحتضنوا جامعة الأزهر في رواق هندسة هنا وحضر هذا التنافس كان محافظ هنا وهي ناب عيس التجامع الواجه العبلي نعم وكان شي جميل جداً أن خرجت من هذا المصفوح حاضنة الرواق هنا كان فيه مشروع للشركات الصغيرة وده يمكن شركة إلاف استثبت في واقعنا وشركة إلاف دي صاحبتها السيدة فاتن صلاح الدين والليت كرمتها حرم فخامة السيد الرئيس الجمهورية ومنقسها درع إقونة المرأة المصرية خلال الاحتسال بيوم المرأة العالمية وإنها مذكة جداً وشركات صغيرة جداً قامت من الحاضنة نعم أكيد يعني في أفكار كتيرة شبابية لكن الاتجاه العام دلوقتي للدولة هو الاتجاه نحو التصنيع والإنتاج إيه أبرز الاستشارات العلمية اللي هتكون متوفرة للباحثين تحديداً أصحاب المشروعات الصناعية يعني حضرتك إحنا عندنا حاضنة أخرى وهي حاضنة كلية صيدالة بنات جامعة أظهر برضو نعم ودي بتهتم بالنباتات الطبية ومنتجات الزراع وبتقدم الاستشارات في هذا المجال عشان خاطر طبعاً يعني يحصل فيه نوع من الاتجاه نحو التصنيع الدواء ونحو يعني حضرتك عارف إن الدواء كله معظمه مصنع من يعني بالتعاون بين المجال الزراعي وخصوصاً في الزراعات الطبية وبين الصناعة اللي هي بيكون لها مربوط كبير جداً داخل الدولة وداخل الدولة المصرية طيب دكتور محمود تفضلك أنا تفضل تفضل يبقى كمل يا فضل حاضنة الرابعة اللي هي إن شاء الله بإذنها أو شكل منها في جامعة الأظهر وديه فرع الجامعة في أسيود وديه حاضنة كلية في الزراعة وبرضو بتهتم جداً بمجال الزراعة لأن برضو عندنا كلية الزراعة في جامعة الأظهر في أسيود كل ده وإحنا إن شاء الله بإذنها مستهدفين إن احنا يكون عندنا في هذا العام أو نهاية العام القادم أكثر من عصر حاضنات تكنولوجية يعني إحنا الحاضنة الرابعة خلاص أو شكت على الانتهاء وده بيقدم فرق البحث العلمي بيدي فيه يعني نوع من أولاً تكامل الأجيال بين الخبرة القديمة الموجودة والخبرة المتوفرة في العلماء اللي موجودين في شتى المجالات وبين شباب البحثين وده مش كده بس ده فيه أفكار بيطب موجودة لدى الشباب يعني ليست في مجال عمله ولكن في فرق منطقة وفرق إبداعية يعني المنافسات بتكون شديدة جداً وفي نفس الوقت الشباب عندهم أفكار جميلة جداً بيكون فيه شباب من يعني مثلاً كلية التجارة مع كلية الدراعة مع كلية السيدالة دول الشباب داخلين في مشروع مع بعض بفيه أفكار بتاع كلية التجارة عامل دراسة الجدوى على أسس وعلى أكساس علم سليم ويقدم الدراسة بتاعته وفي نفس الوقت المجال اللي هو وده مجال العمل والبحث التنوعي أو البحث البين هو حالياً صلب البحث العلمي وأساس البحث العلمي أن يكون فيه تعاون بين الكليات المختلفة وبين الأفكار المختلفة لخروج فكرة حزي الفكرة صحيح يكون نواة لصناعة أو تجارة أو شركات صغيرة وكبيرة طيب دكتور محمود إزاي الناس بتقدم في هذه الحاضنات يعني لأنه كمان حضرتك ذكرت أنه مش بس طلبة جامعة الأزهر ده كمان فيه طلبة من جامعات أخرى بيكون فيه إعلان رسمي بناء على المسابقة بتكون مقبودة أعلان داخل الجامعة أو أعلان مثلاً على موقع الجامعة لا أعلان أولاً على صفحة الجامعة الرئيسية وفي نفس الوقت بيكون بدعم من المحافظة اللي إحنا موجودين فيها ومكان اللي إحنا موجودين فيه والناس كلها بتيجي تشترك من الجامعات المختلفة ويعني بقول لحضرتك أن الشباب يعني كنا في المسابقة منذ عامين في سنة كان مع الشباب من جامعة نوب الوادي كان شباب من جامعة الأقصر كان شباب من جامعة الأقوان ويمكن الفرق الفائزة يعني الفريق الأول لم يكن من داخل جامعة الأزهر ولكن كان من جامعة جنوب الوادي طيب دكتور محمود ده ده فيما يخص الحاضنات التكنولوجية لكن لو هنتكلم على خطط الجامعة المستقبلية لدعم مجال البحث العلمي تحديداً إيه بقى؟ بص حضرتك أن أولاً يمكن برضو من أكثر من عامين نعم كان تفضل صديق دكتور محمد المحرسة ورئيس الجامعة وبدأ ينظر إلى دعم البحث العلمي من خلال المساعدة ومساعدة الجامعة في تحمل تكاليف النشر البحث العلمي ورصد مكافآت للمتميزين ورصد مكافآت لمن يكون بالنشر في دوريات عالمية وفي نفس الوقت تلقي هذه المخرجات البحث العلمي ومساعدة أننا في مجال الصناعة وفي مجال الزراعة وفي مجال في كل المجالات المختلفة نعم آآ 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 تاني حاجة صندوق البحث العلمي في جامعة الأزهر كل ما تقدم لهم مسبوع وده يمكن عندنا مشروعين لشباب مختلفين في عالفين وعشرين آآ جامعة الأزهر كان فريق آآ آآ فريق ناكسس جامعة الأزهر فاز على مستوى مصر وثم مستوى العالم بكأس ريادة بكأس ناكسة مستوى العالم وهذا الفريق كان مجال بحثه في مساعدة البيئة واستخلاص مخراجات إشري الجنبري في مجال الصناعة موضوع من الموضوعات الهمة جدا والتي تتماشى مع الفكر العالمي بقى مش هقول توجهات الدولة فقط لأن زي ما حياتك عارف تغيرات المناخ المقبلين عليها واللي حدثت به الفعل فمثل هذه الأبحاث والمشروعات بتفيد ليس فقط مصر لكن بتفيد العالم ككل الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر بنشكر حياتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر